الطريق إلى إمام زماننا مر الحديث عنه الطريق إلى غير إمام زماننا إنه طريق حوزة النجف هل تعلمون أن النجف تتهيأ شيئاً فشيئاً منذ أن تأسست لحرب الحجة بن الحسن قد ترفضون كلامي وقد تستغربون حديثي وقد يقول بعضكم أني أبالغ كثيراً في هذا الموضوع وقد يقول قائل إنك تلقي بكل شيء على حوزة النجف وعلى مراجع النجف فعلاً إني أقوم بهذا ولكن هل هذا لدافع سياسي مثلاً أنا لست من أهل السياسة لا في سابق أيامي ولا في حاضرها ولن أكون كذلك في قادم أيامي بتوفيق من إمامي وما عندي من مشكلة شخصية مع أحد في النجف الزهراء شاهدة على ذلك ما عندي من مشكلة تصدقون كلامي لا تصدقون كلامي ليس لأحد من تأثير علي مطلقاً أنا أُؤثر على الآخرين الذين حولي والذين ما هم حولي ليس لأحد من تأثير علي مطلقاً أنا وجهت وجهي وسلمت أمري لإمام زماني فما فتحت نافذة لأحد كي يؤثر على تفكيري وعلى عقيدتي وعلى توجهي فتحت نافذة واحدة وسلمت حياتي لإمام زماني ولا أعبأه بأي أحد مهما على شأنه بين الناس لقد وجهت وجهي وسلمت أمري وأعددت عقلي وقلبي كي أكون كالناساً كي أكون منظفاً أنظف ما أستطيع أن أنظفه من طريق يؤدي إلى فناء صاحب الأمر أحاول أن أرفع الأوساخ والقاذورات التي تراكمت في هذا الطريق بسبب ما تقوم به حوزة الطوسي سأبذل جهدي بقدر ما أستطيع فالأنقاض والقاذورات ونجاسات ونجاسات أكوامها كثيرة كثيرة جداً أتمنى أن تساعدوني وأن تضعوا أيديكم معي كي ننظف هذا الطريق أمام الذين يريدون نصرة إمام زمانهم كي يسيروا بأمان في طريق نظيف بعيداً عن القذارات الشيطانية التي تنتجها لنا في واقعنا الشيعي حوزة الطوسي الذين الذين سيحاربون إمام زماننا من مراجع حوزة الطوسي هم مرجئة الشيعة الروايات تقول ذلك ما أنا مرجئة الشيعة هم الذين سيحاربون إمام زماننا والأوساخ هذه التي أتحدث عنها وأتمنى أن يوفقني إمامي أن أكون كناساً في طريقه كي أزيل هذه الأوساخ في الطريق الذي يؤدي إلى فنائه الشريف أمام القاصدين إليه هذه أوساخ مرجئية بامتياز تتجمع شيئاً فشيئاً منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة سنة أربعمية وثمانية وأربعين الطوسي مرجئي بامتياز إنني أتحدث عن مرجئة الشيعة ومراجع اليوم هم مرجئة بامتياز من المرجع الأعلى إلى بقية مراجع النجف الذين يعاصرونه والذين ينتظرون موته الجميع مرجئة إنهم مرجئة الشيعة في هذه الحلقة أريد أن أسلط الضوء على المرجئة هذا العنوان الذي يتردد في أحاديث أهل البيت من هم المرجئة؟ قراءة المرجئة وقراءة المرجئة وهي الأشهر المرجئة أو المرجئة المضمون واحد القراءة مختلفة المرجئة والمرجئة المرجئة المرجئة هذا المصطلح المفسرون جعلوا له أصلاً في القرآن أتحدث عن مفسري سقيفة بني ساعدة وعن مفسري سقيفة بني نجف ولا شأن لي بكلامهم لا أريد أن أتحدث عما قالوا إنني لا أريد أن أحدثكم عن المرجئة مثلما تحدث عنها مفسر سقيفة بني ساعدة ومفسروا سقيفة بني نجف بني طوسي لا شأن لي بكلامهم ولن أحدثكم بما جاء مذكوراً في كتب الملل والنحل فلقد تحدثوا عن المرجئة أو المرجئة كثيراً في كتب الملل والنحل إن كانوا من جهة السقيفة بني ساعدة أو كانوا من جهة السقيفة بني نجف ولا شأن لي أيضاً بكلام هؤلاء إنما أقول هذا الكلام كي تعرفوا أني على الطلاع بهذه التفاصيل لكنني أُعرض عنها لأنني لا أجد فيها فائدة ولا أجد نفعاً لكم كي أحدثكم عنها ولن أتحدث عن المرجئة في كتب التأريخ فهذا العنوان فهذا العنوان تحدث عنه المفسرون وتحدث عنه علماء الملل والنحل وتحدث عنه المؤرخون وتحدث عنه علماء الكلام إذا أراد أحد أن يبحث عن المرجئة بحسب سقيفة بني ساعدة وبحسب سقيفة بني نجف فإنه سيجد الحديث عن المرجئة في هذه المصادر في كتب التفسير وفي كتب الملل والنحل وفي كتب التأريخ والسيار وفي كتب علم الكلام وأنا لن أتناهل شيئاً في حديثي من كل هذا إنما سأذهب إلى حديث العترة الطاهرة سأجتني لكم مجموعة من الأحاديث هي التي أريدها وأقصدها في حديثي لأنني لا أريد أن أحدثكم عن مرجئة سقيفة بني ساعدة أريد أن أحدثكم عن مرجئة سقيفة بني نجف ابتداءاً لا بد أن تعرفوا من أن أبغض مجموعة إلى أئمتنا بنحو عام وإلى إمام زماننا صلوات الله عليه من نواصب سقيفة بني ساعدة هم المرجئ فالنواصب نواصب سقيفة بني ساعدة على اتجاهات وكذاك نواصب سقيفة بني نجف على اتجاهات ومراتب المجموعتين في تنافرهم مع محمد وآل محمد كثيرة على أي حال من دون أن أطيل في مقدمتي المرجئة عنوان عند أهل البيت صلوات الله عليهم عنوان لكل نواصب السقيفة بني ساعدة كلهم مرجئة كل مجموعة بحسبها لكن هناك مجموعة هي المجموعة التي يتنفر منها أئمتنا كثيرا أقرأ عليكم من الكاف الشريف وهذا هو الجزء الثاني وطبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة أربعمية وتسعة باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج تقرأ على القدرية وتقرأ على القدرية باب في صنوف أهل الخلاف وذكر القدرية والخوارج والمرجئة وأهل البلدان الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أحد الحاضرين في مجلسه يسمع الإمام هكذا يقول لعن الله القدرية لعن الله القدرية لعن الله القدرية لعن الله القدرية لعن الله المرجئة فالإمام لعن القدرية والقدرية أو القدرية هم الأمويون بحسب ثقافة العترة الطاهرة لا شأن لا شأن لي بما يقوله علماء الكلام وأهل الملل والنحل فلهم كلام في ذلك والكلام طويل واختلفوا في تعريفهم لا شأن لي بما يقولون القدرية أو القدرية هم الأمويون وأتباعهم ومن على نهجهم منذ أن كانوا وإلى يومنا هذا فهؤلاء هم القدريون أو القدريون الصادق هكذا يقول لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة القدرية مرجئة أيضا والخوارج مرجئة أيضا لا تخلط بين ثقافة أهل البيت وبين ثقافة نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني نجاف أنا لا أحدثكم بثقافة أولئك أنا أحدثكم بثقافة العترة الطاهرة فالقدرية مرجئة والخوارج مرجئة في علم الكلام لا يقولون هذا لا شأن لي بهم القدرية مرجئة القدرية مرجئة والخوارج مرجئة فكل نواصب سقيفة بني ساعدة على اختلاف مشاربهم مرجئة لكن فرقة منهم يقالوا لها المرجئة هي التي لعنها الإمام مرتين وإلا فالقدرية مرجئة والخوارج مرجئة فهذا العنوان عنوان عام لكن الإمام لعن المرجئة مرتين هذا عنوان خاص لمجموعة سيحدثنا الإمام عن بعض شأنها في هذه الرواية رجل من أصحاب إمامنا الصادق جالس في مجلسه فقال الإمام صلوات الله عليه لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة قال هذا الرجل قلت لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فماذا قال إمامنا الصادق يتحدث عن المرجئة الذين لعنهم مرتين قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون هذا هو جذر الفكر المرجئي القذر الذي يتنفر منه أئمتنا كثيرا ويتنفر منه إمام زماننا إنها تبرئة أو مديح أو وصف بالخيرية لأعداء محمد وآل محمد أنا أحدثكم الآن عن مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة وشيئاً فشيئاً سأنتقل إلى مرجئة نواصب سقيفة بني نجف أحدثكم عن مرجئة الشيعة ومن أحاديث العترة الطاهرة لا من كتب تفسير نواصب المجموعتين نواصب السقيفتين أعني سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني نجف ولا من كتب الملل والنحال ولا من كتب التعريخ والسيار ولا من كتب علم الكلام من أحاديثهم طلب المعارف تذكروا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا مساوق لإنكارنا صلوات على بقية الله فالإمام الصادق لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئة مرتين فقال هذا الرجل الذي كان جالسا في مجلسه من أصحابه لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء يشير إلى المرجئة والحديث عن مرجئة نواصب سقيفة بني ساعدة إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة الوهل للذي يقول من أنه شيعي وهو يوالي هؤلاء يوالي هؤلاء المرجئة منهج حوزة النجف جاءونه به من هؤلاء المرجئة أي؟ ولذا فحوزة النجف مرجئية بامتياز بامتياز سأثبتها لكم من أحاديث العترة الطاهرة ومن واقع الحوزة نفسها وهؤلاء هم الذين سيقاتلون إمام زماننا مرجئة الشيعة من الآخر شيعة العراق بشكل عام في زمان الظهور مرجئة من جنوب العراق من البصرة إلى العمارة إلى الناصرية إلى كل مكان في العراق إلى شمال العراق إن كان هناك من شيعة شيعة العراق مرجئة إذا خرج خارج منهم فقليل جدا 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 لأن شيعة العراق هم شيعة مراجع النجف ومراجع النجف مرجئة أقولها لكم من الآخر إذا أردت أن أضع نسبة مئوية تقريبية للطوسي إذا أردت أن أضع له نسبة مئوية في ما بناه أردت من إرجاء ومن فكر مرجئي في واقع الشيعة أردت فإنني بحسب تقديري وبحسب اطلاعي على كتبه التي اطلعت عليها اطلاعا تفصيليا وبحسب معرفتي بتاريخ الشيعة بكل تفاصيله في زمانه وفي الزمان الذي جاء من بعده فإنني أعطي للطوسي سبعين بالمئة فهو مرجئي بدرجة سبعين بالمئة لكنني إذا أردت أن أعطي نسبة للسيستاني وإنما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى البقية كالسيستاني قد يكون السيستاني أسوأ منهم في هذه الجهة النسبة التي أعطيها للسيستاني في الإرجاء إنني أقدرها قطعا بحدود تتبعي لتعريخ الرجل ولكتبه ولأفكاره ولما قام به في الواقع الشيعي نسبة الإرجاء التي أعطيها للسيستاني مئتان بالمئة وهذه النسبة هي نسبة سائري مراجع الشيعة كالخوعي محمد باقر الصدر والمراجع الذين يعاصرون السيستاني أيضا ربما تكون النسبة أقل في شأن البعض ولكن بدرجة قليلة هذه قناعتي أنا سأسأل عن هذا الكلام الذي أبثه على العالم على العالم الشيعي سأسأل عن هذا الكلام وأنا أملك الأجوبة وقد أجبت وأجبت وأجبت في مئات ومئات من الساعات تحقيقا وتدقيقا وبرامجي موجودة على الشبكة العنكبوتية أنا لا أتحدث من فراغ فنسبة الإرجاء التي أقدرها في الطوسي بسبعين بالمئة ونسبة الإرجاء التي أقدرها في السيستاني بمئتين بالمئة والقضية في تزايد المراجع القادمون بعد السيستاني نسبة الإرجاء والفكر المرجعي ستزداد عندهم كثيرا وهذا يبدو من المعطيات الموجودة على أرض الواقع سأحدثكم عن مرجعة الشيعة سأحدثكم لكنني أردت أن أذكر لكم شيئا كي تعرفوا ما هو مقصدي من مرجعة الشيعة سأكمل حديثي عن مرجعة السقيفة بني ساعدة فلما سأل هذا الرجل إمامنا الصادق الصادق لقد لعنت هؤلاء يعني القدرية والخوارج مرة مرة ولعنت المرجعة مرتين فقال الصادق صلوات الله عليه إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار هؤلاء هم اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله جمع من اليهود حين دعاهم رسول الله إلى الهدى إلى الإيمان به فقالوا إننا لن نؤمن بك حتى تفعل لنا ما كان يفعل أنبياؤنا في السابق من طقوس أنبيائهم كان عندهم طست في معبدهم في هيكلهم وحينما يأتون بقربان من قرابينهم يضعونه في ذلك الطست فإن نارا تحرق ذلك القربان من دون أن يقوم أحد بتأجيجها من دلائل أنبيائهم وبقيت موجودة بينهم إلى زمان معين وانقطعت مثلما انقطعت الكثير من دلائل أنبيائهم عبر العصور الماضية قبل نبينا صلى الله عليه وآله فهذه المجموعة من اليهود طلبت من رسول الله أن يفعل لهم ذلك فماذا قال لهم لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قطعا هؤلاء ما قتلوا نبيا لأن هؤلاء كانوا في زمان الفترة جاءهم عيسى وبعد عيسى بدأت الفترة فالذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يباشروا قتل نبي من الأنبياء وإنما كانوا يسيرون على منهج أجدادهم وعلى منهج أحبارهم الذين قتلوا الأنبياء على نفس المنهج فهم يجدون عذراً للذين قتلوا أنبياءه إنهم مرجعة اليهود إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل محمد صلى الله عليه وآله ومن قبل عيسى أيضاً قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين إمامنا الصادق الصادق يُعلق بعد أن ذكر هذه الآية هذه الآية هي الآية الثالثة والثمانون بعد البسملة من سورة آل عمران الإمام الصادق يُعلق هكذا كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا القرآن يُخاطبهم على أنهم قتلان هكذا يقول فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين هذا خطاب النبي لليهود في أيام حياته لليهود الذين كانوا يعيشون في جزيرة العرب الله يقول لهم من أنكم قد قتلتم الأنبياء والنبي يقول لهم والقرآن يقول لهم وهم ما باشروا القتل بأيديهم هؤلاء مرجعة اليهود إنهم يجدون عذراً ويبحثون عن عذر لمن قتل الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل وهؤلاء على نهجهم المرجئي اليهودي أقرأوا الرواية مرة أخرى عليكم تدبروا فيها رجل من أصحاب إمامنا الصادقي يقول الإمام الصادق قال لعن الله القادرية لعن الله الخوارج مرة مرة ثم قال مرتين لعن الله المرجئة فقال هذا الر وجل من أصحاب إمامنا الصادق لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم بثياب هؤلاء المرجئة من مرجئة سقيفة بني ساعد فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة دماؤ محمد دماؤ علي دماؤ فاطمة دماؤ الحسن والحسين فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ثم يقول إمامنا الصادق كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا هذه المجموعة من نواصبي سقيفة بن ساعد هي المجموعة التي يتنفر منها أئمتنا بنحو أشد في الباب نفسه من الجزء نفسه صفحة أربعمية وعشرة الحديث السادس بسنده عن الفضيل بن يسار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن المرجئة لا تجالسوهم لا تجالسوهم لا تجالسو هؤلاء لا تجالسوهم لعنهم الله ولعن الله ولعن الله مللهم المشركة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء لماذا لا يعبدون الله على شيء من الأشياء لأنهم لا يعرفون إمام زمانهم والذي لا يعرف إمام زمانه فإنه لا يبايعه والذي ليس في عنقه من بيعة لإمام زمانه إذا ما مات فإنه سيموت ميتة جاهلية فعبادتهم بطلة أمرهم على سواء صلوا أم زنوا أم سرقوا أم صاموا أم حجوا أمرهم على سواء هذا ما هو حديثي ولا هو منطقي هذه أصول ثقافة العترة الطاهرة إنها ثقافة العيون النقية الصافية إنها عيون علي المرتضى إنها عيون فاطمة الزهرة وها هو الصادق يفيض علينا فيضاً من شفاهه القدسية الطاهرة يفيض علينا من تلك العيون النقية لا تجالسهم لا تجالس المرجع لعنهم الله ولعن الله من لهم المشرك الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء أين هي الأشياء وما هي هذه الأشياء ذروة الأمر باقر العلوم يقول ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء هذه هي الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته حديث جميل جداً هذا الحديث هو أغنية طيلة عمري أكثر كلمة ردتها على المنابر وفي الدروس وفي المحاضرات وفي البرامج هي هذه الكلمة حديث زرارة عن إمامنا الباقر الذي رواه الكوليني في الجزء الأول من الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء كل الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته هذه هي أغنية إن كان لي من أغنية فهذه هي أغنية وإن كان لي من نشيد في هذه الحياة فهذا هو نشيدي لا تجالسهم لا تجالس المرجئ لعنهم الله ولعن الله مل لهم المشرك الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء هؤلاء هم المرجئة الذين لا يعبدون الله على شيء من الأشياء الذين كما قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه أن دماءهم أن دماء الأطهار متلطخة بثيابهم إلى يوم الغيامة هؤلاء الذين يقولون عن قتلة محمد وآل محمد إنهم مؤمنون لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة مثل ما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر